السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب المغربي ولقاء انجولا لقاء قوي صراحة عنكم بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب انجولا يوم 22 مارس لقاء جيد صراحة بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب انجولا لقاء كبير صراحة بين هدشوش اطراف لقاء كبير صراحة بين النقبة الوطنية والمنتخب لانجول منتخب قوي اللي مصنف الآن ثلاثة وتسعون عالمية بعد كن مية وسبعتاش عالميا رجع ثلاثة وتسعين منتخب قوي نتكلموا لأقوة شكيلة للمنتخب المغربي الاساسي والاحتياطية لمواجهة منتخب اونجولا يوم اتنين وشي مرت ملعب ادرير مدينة لا قادير آآ لقاء عكون كبير صراحة بين المنتخب الوطني المغربي منتخب انجولا لقاء جيد كبير لقاء قوي صراحة بين العناصر الوطنية والعناصر الانجولية لقاء جميل بها يكون بين المنتخب المغربي ومنتخب انجولان تكلموا لأقوة شكيلة للمنتخب المغربي الاساسية والاحتياطية لمواجهة منتخب انجولان بتديه التشكيلها الاساسية هي الاولى saucان خمسة لاعبين بدلاء عبد البياسين وبهانوحاس فارق الهيلال السعودي. حارس صراحة المنتراز المزيان. حارس الهيلال السعودي. حارس كبير وحارس اه صراحة اه اللي هو مميز دي المنتخب الوطني المغربي. حارس صراحة المنتراز المزيان. داخل النخبة الوطنية وداخل المنتخب الوطني المغربي. حارس فارق الهيلال السعودي. من الحراش الجيدين دي المنتخب الوطني المغربي. حارس صراحة المزيان. منا بشيو عند لعب جواد لياميق. لعب فريق الوحدة السعودي. آآ لاعب ديسبام بونو celebrate. معنا كأس افريقيا وحرص ربعة المقابلين. وجاد وبيت جواد لياميق. ما طلعش اصلا معنا في كأس افريقيا. لعب جواد لياميق اللي هو من الاناصر الجيدة صراحة. المتخب الوطني المغربي. لعب منتد. صراحة داخل المنظومة المغربية وداخل المنتخب الوطني المغربي. وفي كان صراحة من العناصر العائمة من اوراق الرابعة لل المنطق بالوطن المغربي عن اللعب سمعين وقندوس اللعب سمعين وقال برجيقة وتسكوي الفرنسي. من اللعب المهم من داخل المنظومة المغربية داخل المنتخب. آآ لعب صراحة كوي من العناصر الكوية. داخل المجموعة دي المنتخب الوطني المغري ممكن يكون. بشيء الضاهر الايمان لك الحسبون افضل ضاهر ايمان في العالم. الشرف حكيمي لعب باريسان جيرمان الفرنسي خريز مدرسة الريال مادريد. وكذلك لعب ثاريق بروسيا دورتموند كانت دمفجوج مواسيم ولعب كانت دمفجوج مواسيم لعب صراحة من العناصر الجيدة دي المنتخب الوطني المغربي. لعب قاوي ولعب كبير خلال افضل ضاهر ايمان في العالم كنحسبيه هنا. لعب جيد صراحة من المنتخب الوطني المغربي من اللاعب الكبار صراحة في المنتخب المغربي. لعب صراحة من مميز عمشو عند لعب ناصر المزراوي. لعب باير ميوني خلال الماني. لعب صراحة لي وضاهر ايمان في الباير ولكن منتخب المغربي كيعملو كضاهر اي صار المدرب في اللاعب الجيد صراحة ومنتخب الوطني المغربي لعب كبير صراحة هو لعب مميز دي النخبة الوطنية ودي المنتخب الوطني المغربي اللاعب ناصر المزراويلي وقيمة كبيرة صراحة ولكن احنا ما كستطمر صراحة المزراويلي انه استثمار هو اللاعب تعبنه في المكان دي هلو مشيون خط وسط الميدر عند سوفيا ام رابط لعب مانششتر يونيتد الانجليزي صراحة المزساوديال وهود هود 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 لحد درجة لا تتصور هاد الموسمة خاصة طبعا انتقالي فارق مانششتر يونيتد مزساوديال وهود صراحة اللاعب سوفيا ام رابط لكي بقى الاسماء اللي صراحة كان كان ركيزة من ركائز الكبيرة في منتخب المغرب في كأس العالم وعطيته انا افضل لاعب في المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم ولكن في كأس الانجرقية ما دخلت سام ثلاثة الاوائل ان المركز الاول جاء حكيم زياج للعب لسادي المقابلات اونيحي مركز ثانية ربعا لمقابلات للعباء وكده الاكريد لعبها ربعا لمقابلات سادي المركز ثانية في عندي لعب عز الدين اونيحي لاعب اولمبيك مارسيليا الفرنسي لاعب جيد في كأس العالم تضو افضل ثانية لاعب في كأس الفريقية افضل ثانية لاعب اناحي اللي كان ضنفاز باحسن لاعب في لقاء طنزانية وكنشنجر هذا اونيح من الاناصر رائع احنا في ثمانية مارس وهد لعب يحبل رقم ثمانية في المنتخب الوطني المغربي اه لاعب صراحة انا قيمة كبيرة في المنتخب الوطني المغربي لاعب عز الدين اونيحي عمشوا عند اللاعب براهيم دياز لعب ريال مدريد ولاختر المنتخب المغربي يكون شي حاجة جيدة احنا اليوم في ثمانية مارس ننصادر ننصادر لائحة المنتخب المغربي اه تتخلص لائحة اصبانيا خمسطاش مارس وكان در قبل منها ان يناقش اعلم اه اه اعلم اي اه 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 اي اه 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 ilk كسعى نشوفه الى بامين عيد لاعب بايار لي بركوز الارت الله فرنسي في حالة وحالة سماعي قدوس أميلادي الشارك كأس إفريقيا ولعب بربعة ديال المقابلة منهم مقابل وحده كأسي وثلاثة ديال المقابلة كاحتياطي لاعب صراحة من خيرة اللاعبين من المنتخب الوطني المغربي لاعب كبير ولاعب قوي بالعنصة المهمة داخل منظومة المغربية وداخل المنتخب الوطني المغربي يمكن يكون في المستقبل حاليا بقي مع طريقة كبيرة إلا بعد مقابلة قبل كأس إفريقيا كان مزيان إلا مقابلة طانزانيا اللي كانت في طانزانيا لأن المدرب كان عمله كجناح أي صار ماشي جناح أيمن لعب صامت الزلزولي كان عنده 22 سنة لاعب ريال بيتيز إسباني عنصر مهم صراحة في المنتخب لاعب اللي اللي ممكن يكون يديره كبيرة صراحة في المنتخب الوطني المغربي لاعب الزلزولي لاعب اللي بيتيز الإسباني نصر اللمسة الأخيرة فقط كيف تقدها صراحة نمشي عند الرأس حربة يوصف النصيري يوصف النصيري لعب إيش بيليا الإسباني لعب كبير صراحة لدي تشكيل المثالي اللي كان نشوفها المنتخب المغربي أمام أنجولا يوم 22 مارس يوصف النصيري يوصف النصيري يوم 18 مارس المنتخب الوطني المغربي يوم البطولة يوم البطولة في دورة 23 الشباب محمدية و الشباب السوالم في اللقاء المتناقض اللقاء صعب 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 جدا محمدية عنده 22 نقطة والسوالم عنده 19 نقطة اللقاء في صالح اتحاد تانجر الفارغ لياني اللقاء في 21 نقطة صراحة لأن أي واحد يتعطر في مصلحة اه اتحاد تانجر اللقاء في 21 نقطة كنظر هو مولديةه جدا وعند اللعب الخمسة الاحتياطية يبدأ بشادي رياد 20 سنة لاعب ريال بيتز الإسباني شادي رياد ريال بيتز شادي رياد الشابة اللي تقدر تعمل شي حاجة كبيرة في المنتخب الوطني المغربي اللعب صغير صراحة وشارك معنا في كأس إفريقي وملعب تتقيقة بشاهد اسامي العزوزي شارك معنا في كأس إفريقي وملعب 100 دقيقة لاعب اللي عنده 22 يعشين سنة ولاعب بولونيا الإيطاري من العناصر الجيدة بكبيرة صراحة المست양 والمتاخب الوطني الأقربي لاعب جيد صراحة ley 육ينل عزوزي بلعب قobject كبير صراحة بامكانيات لي هي كبيرة لعب اوسى مع العزوزي لعب بولونيا الايطالي بشيو اللاعب الثالث واليد القارسي لعب بيراميد المصري اه لاعب اه لا شهده لانه مشاركش معنا في كأس افريقيا اه لاعب كاندر معمرو لعب في المنتخب المغربي لعب لكي لعب في البوطولة المصرية امر الله ناصر اللي ممكن ترتيه احد يفتخر كبير صراحة المنتخب المغربي لان الان ممكن نشوفه كثير من المنتخب المغربي لعب هذا اللاعب والد القارسي بالعناصر اللي تقدر تكون جيدة صراحة لعب لاس بارماس الاسباني لعب اللي كالتصالي درجة كبيرة بس لعب للمنتخب الوطني المغربي اه والان عن شوفوه شن يقدر يعمل طب اه لا تنادى على شن يختار يعمل واشارك معنا في كأس افريقيا كندر اللي كانت في الكاميرون اللي كانت مصفى عام الفين واثنين وعشرين وخيه كأس افريقيا الفين وواحد وعشرين اه لاي صراحة امكانيات لي يا رأيه والحد دول الاول كان دول يكن مستوى دير وقد نخفض لان نلعب لاس بارماس خيطة في الابيس ايش بيديا بالينسيا بارسلونا الساد الهوروك اسبانيا الابيس ولاس بارماس خيطة في البارساء بالينسيا وايش بيديا ايوب الكعبي لعب اولمبياكوس اليوناني اللي شارك معنا في كأس افريقيا ولعب اه لعب شهر بعديا المقابلات منهم مقابلة كاساسي مقابلة اه اه زامبيا ايوب الكعبي اهم حاجة عام الوضع بالنضرب الززاء مع منتخب جنوب افريقيا ولكن للاسف ضياع اللاعب اشرف حكيمي ايوب الكعبي اللي كانت عاوله كثير كثير في الوقت اللي ماجه صراحة هاتش اللي كان شكرا لززيلا لجميع افراد الوضع بالنضرب الززاء